تحت شعار مساحات للعبور عوالم للاكتشاف اغتتم مهرجان البردة عماله في نسخته الثانية التي استمرت لمدة يومين في مركز دبي للمعارض بمعارض اكسبو 2020 دبي ناقش المهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب بالشراكة مع 29 شريكا استراتيجيا في الجلسات الحوارية والتي استضافت قادة فكر عالميين في مجال الفنون والثقافة الاسلامية ناقش مواضيع جوهرية قدمت رؤى جديدة حول احدث التوجهات والافكار التي ترسم ملامح المستقبل وتعمل وزارة الثقافة والشباب على اثراء القطاع الثقافي في دولة الامارات عبر دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الاماراتية وتوفير منصات لدعم المبدعين والموغوبين في مختلف المجالات والسعي لتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات